أمان لسه أيل حضرت النبي إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نوزع من شيء إلا شانة فالرفق هو الروح الأساسية بتاعت التربية تربية من غير رفق ما تستميش بناء شخصية ومش ممكن تساعد في بناء شخصية متزنة أبداً أو سعيدة الرفق مش معناها على فكرة أنا مش بيكلمكم عن إن الرفق ده معناه التسيب ولا للحلال ولا التساهل الرفق معناه الرفق الرفق معناه تلات معاني القرب والتواصل وفي نفس الوقت الرفق قرب وتواصل وحنان معقولة أبقى حن على واحد كده آه 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 زي ما حدث النبي حن على كل الناس اللي كانوا بيتحولوا بيتغيروا بيستقبلوا حياتهم وبيتغيروا من حاجة لحاجة يبقى القرب ده لازم يكون موجود والتفهم والإفهام بلطف اللطف لما أولادنا بيدخلوا على سن مراقب وعايزين يستكشفوا كل حاجة وبنفسهم يعني ما ينفعش إن واحد يحكي لهم هم بيحاولوا يتعرفوا على العالم من حواليهم بنفسهم ومن ضمن الحاجات اللي بيبحرسين إنهم ما يكتشفوها ويعرفوها بنفسهم معنى الحب وكل ما كنا محوطنهم أكتر من محوطين عليهم عارفين الفرق؟ يعني قريبين منهم مش إيه؟ مش عاملين سياجة عليهم كل ما المرحلة دي بالذات المرحلة دي بتمره وبتعدي بسلام وكل ما أداءنا كان أداء فعالي وأداءنا أداء مفرط كل ما فوتت علينا فرص للنضوج إن إحنا نبقى نطجين وإحنا بتعامل مع ده أولادنا في جيل زد وطبعا إحنا مستقبلين جمعين جيل ألفة وخاصة في جيل زد في أشد الاحتياج للأم الصديقة والأب الصديق لأن الاستقلال هي سمة جيلهم من أم وصغيرين عارف استقلال يعني إيه؟ استقلال يعني هو يستطيع إنه يصل للمعلومة بمفرده فهو استقلال في المعرفة استقلال إنه يستطيع إنه يتصرف لوحده ينزل يستطيع إنه يسحب من حاجة ويعمل حاجة واستقلال يستطيع إنه يتواصل مع الناس براحته كل الكلام ده كان بيحصل عن طريق الأباء والأمهات هم اللي بننظموهم إزاي علاقتهم بالناس ويعرفوهم إزاي وممكن ندخل ويتعرف على الكوميونكيشن سكيلز ويطبق ده ويتعامل مع ده فالاستقلال ده الاستماع الأساسي فيهم فأولادنا في عصر السوشيال ميديا وما بعد السوشيال ميديا أنا عندي حاجة اسمها طبعا بجانب الميتا فيرس أنا كمان بحب أتكلم عن حاجة اسمها السوشيال ميديا كل واحد بقى عنده الميديا بتاعته فإحنا في أشد الاحتياج للتفاهم إن الأم تتفاهم والأب يتفاهم لأن العالم مفتوح ومحتاج عين معاهم رحيمة تعلمهم الحياة وتعلمهم قيم الحياة وتساعدهم إزاي يختاروا باتزان وبوعي مش عين تحكم عليهم وتحطهم أكتر حاجة شفتها دلوقتي الأولاد يعني بيعانوا منها هي فكرة الأحكام الأولاد ما بيقبلوش حد يحكم عليهم لكن بيقبلوا حد يشاركهم وحد يصحبهم حد يكون معاهم مش حد طول الوقت لما يعملوا غلط يحطهم في النوتوزون بس حد النبي ما عملش كده مع سيدنا أنس لما قال خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته أو لشيء انتركته لما تركته فأولادنا عطشانين للتفاهم عطشانين إن احنا نسمعهم علشان نحس بيهم محدش يقول لي أنا فاهمهم ويبقى هو فاهم إنهم عيال متفلتين أنا آسف وعيال صايع لا مش هو ده التفاهم خالص لازم نتفاهمه عشان يحسوا بالأمان حسوا بوجودهم معنا حاضر التنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلم الصحابة بالحب يقول لي سيدنا معاز يا معاز إني لا أحبك طب إيه بقى هيجيب له الدرس بعد ما قاله إني لا أحبك فلا تدع بعد دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فلما نغمس نصيحنا ونعلمها الأولادنا بالمحبة قلوبهم تكون مفتوحة أولينا لتقبل الكلام سيدنا معاوية بن الحكم السلمي بيحكي إنه وصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي أحد الصحابة عطس عطس رجل من الصحاب وإحنا في الصلاة فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم قعدوا برأوله يعني برأوله واحتدوا فحس بكإن شرار طالع منهم فقلت واسك لأميه ما شأنكم تنظرون إلي بيقول لي فجعلوا فهو مش يسكت فقال لهم يعني أنت بتقولوا إيه بتعملوا كده ليه فبيقول لك فجعلوا يضربون إيه بأيديهم على أفخازهم يضربوا يعني خبطوا بأيديهم على أفخازهم فعرفتوا أنهم يصمتونني بيسكتوني يعني هو إيه هو قالوا يرحمك الله فردوا عليه رح ردت عليهم يعني فبصولوا فرح ردت عليهم المسألة كده إيه الصلاة بوس فعرفتوا أنهم يصمتونني فقال عثمان فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت قال فلما صلى صلى الله عليه وسلم صلى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فبيقولي بقى سيدنا معاوية حكم السؤلم يقول بقى أبي وأمي ما ضربني ولا كهراني ولا سبني ثم قال لي إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن يعني وهو بيقول إن دوة الألوحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني أهم حاجة إنه حس بقيمة المعلم لما تعامل معه برفق شوف جماهير الصحابة كل الصحابة تعاملوا معه زي وحابة النبي تعالى عشان يعلمنا إزاي نتعامل معه مثل هذه الأحوال